شيخ صالح لماذا ضعف الإيمان عند بعض الناس في وقتنا الحاضر؟ نعم الناس يكون فيهم ضعيف الإيمان بلا شك لأنه لم يتمكن الإيمان من قلبه وأيضا عنده خوف فيضعف توكله على الله بسبب الخوف الذي يصيبه والهلع الذي يصيبه ولا ينهزم المؤمن أمام الشدائد ويضعف أمامها إلا لضعف إيمانه هناك